عندي الخليط الاناناس 200 جرام من السكر البني كمان عندي 5 قطع من الاناناس الكمبوت المفروم عندي هنا نص كباية من مية الاناناس المعلب طبعا وعندي عصير لمونة ومعلقة صغيرة من بشر اللمون ده خليط الاناناس اللي هطلع منه الخليط اللي حضراتكم شايفينه ده الاناناس المكارمل وده ضروري جدا اللي هزين به الحاجة بتاعتي بلاس اني عندي خليط المهلبية عبارة عن ايه او لخليط جوز الهند اللي هي عبارة عن مهلبية برضو نص لتر من اللبن معلقتين كبار من النشا كمان عندي معلقتين كبار من جوز الهند المبشور والمتحمص متحمص يعني باخده في طاسة كده وقعد اقلب فيه يبقى معايا حلو جدا وعندنا وعندي رقائق جوز الهند وعندي سفار اتنين بيضة واربع معالق كبيرة من السكر وصوص التوفي للتقديم وهو اللي هتجيبهوني دلوقتي حالا السكر سفار البيض وجوز الهند اللي هو متحمص اهو حل وابتدي اقلبهم على البارد كلهم معا بعد كده دي كريمة جوز الهند يا سلام عليها وعلى طعمها بقلبها وحطها على النار وعيني عليها لحد ما تتقل معايا وتديني القوام المتماسك بس لازم خليني اعمل كده ايوه لازم أقلبها حلو جدا واتأكد انها معايا كل المكونات بتاعتي دايبة اذا كان نشا اذا كان سكر اذا 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 بصوا هتحس ان اللوم بتاعها ما بيبقاش ابيض يعني بيبقى معانا مدي كده على مسفر شوية او بيش شوية انزل بالسكر بتاعتي او السكر بتاعي السكر البني ما استنهوش لحد دا ما يسيح باخد دا ممكن استبداله بميا اللي هو عصير الاناناس او الميا بتاعت الاناناس المعلب صوس التوفي من تحت بس عايزة ايه استنى مشان انا عايزة شوية حلوين مش مش عايزة يعني عايزة طبقة ايه كده عايزة طبقة صغنطوطة كده صانتي تقريبا عشان تبقى معايا حلوة نعملها كده كده حلو عملنا الكريمة بتاعتنا وعملنا كمان استنوا استنوا ازبط الوردات دول ايه كده وعملنا كمان المولتن خلاص اول حاجة هعملها وهي ازين الكاسات بتاعتي بالكرامان اللي انا عملته مع الاناناس اول ما بيبقوز بردين بيبقوز طبعا بالشكل ده باسيبهم على الكاونتر او على الرخامة لحدا بيبقوا معايا تمام يعني يبقوا معايا ايه بردين تماما وبعد كده باخدهم للتلاجة نص ساعة ساعة واكلهم بصحة والراحة وهنا هبتدي اقدمهم بالشكل ده نزل التردد الجديد 11.785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5 على 6 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر